اشتركوا في القناة اليوم بدنا نتعلم كيف نفحص محرك سرعتين دلندر مجهول طبعا مش مجهول البيانات لكن مجهول المعلومات يعني المحرك عندي انا خارج منه ست اطراف زي ما انتو شايفين هون هي اسلاكو ست اطراف لكن انا ما بعرف ايهم اطراف السريع وايهم اطراف البطيء ومطلوب الان مني فحصه فبدنا نتعلم كيف نعرف نفحصه حتى لو كنا ما بنعرف وين اطراف البطيء واين اطراف السريع طبعا الموضوع سهل جدا زي ما انتو عارفين اول شي في البداية توصيله احنا عشان نشغله توصيله الروزيتا بكون عندنا خارج ست اسلاك فتوصيله على اساس احنا نشغله اذا بدنا نشغله على البطيء بنوصل ثلاث اطراف الكهرباء لاطراف البطيء مباشرة واذا بدنا نشغله وبنشغل طبعا واذا بدنا نشغله على السريع بنوصل اطراف البطيء نفسها بنعملها ستار وبنشغل على الاطراف الاخرى فبشتغل السرعة العالية يعني معنى الكلام اذا احنا خلونا على السريع على نقطة السريع اذا احنا وصلنا ثلاث اطراف ستار وصلنا ثلاث اطراف ستار اصبح المحرك الان يعمل على السرعة العالية يعني اصبح المحرك كأنه محرك سرعة وحدة كأنه محرك سرعة وحدة وموصل ستار احنا لما نوصل ستار صار عنا كأنه محرك سرعة وحدة وموصل ستار وبنوصل الكهرباء للاطراف الثلاث فإحنا بدنا نوصل ستار ونفحص الأمبير على الأسلاك الثلاثة الأخرى وعلى أساس نتأكد رح نفكر ستار ونفحص مكانهم كمان خليكم معنا خلونا بس أثبت الكاميرا خليكم معي طبعا زي ما أنا بحكي لكم دائما الفحص أنا بستعمله على الأمبير أفضل من الأوم طبعا لو بدك تفحص على الأوم لكن أنا بفضل دائما فحص الأمبير وطبعا سنفحص عن طريق المحول زي ما صرنا متعودين وزي ما صرنا شايفين وبنعلق عليه بنصة الأمبير طيب إحنا الآن ما بنعرف البطيء فبنوصل أي طرفين أي ثلاث أطراف عفوا بنوصلهم ستار طبعا يا أخوان الجهد قليل يعني ما بكهربني فعلى أساس اللي بيسأل دائما أنت كيف ما بتتكهرب ومنشغل على الأمبير وبنوصل أطراف المحول على الأطراف الثلاثة الأخرى على أساس نفحص الأمبير المسحوب والآن وصلنا كهرباء الآن بنفحص أعطانا ثلاثة ونصف أمبير أعطانا ثلاثة ونصف أمبير بعرفش إذا واضح عندكم ثلاثة ونصف أمبير ومننقل على الأطراف الثاني أعطانا خمسة وواحد بالعشرة أمبير خمسة وواحد بالعشرة أمبير يعني أعطانا أول شي هنا ثلاثة ونصف وعطاني على الوسط خمسة وواحد بالعشرة أمبير طبعا هذا بدل إنه المحرك محترق وبنرجع الجمبر على الأول وبننقل الثاني أعطاني ثلاثة واثنين بالعشرة أمبير هذا بدل إنه المحرك محترق الفكرة الآن بفك أنا ونفحص البطيء الفكرة إحنا اللي أنا بدي أوصلكم إياها إنه الآن أنا لما وصلت ستار بظل عندي ثلاث أطراف اللي هي منها نوصلها كهرباء يعني المحرك الآن أصبح محرك عادي سرعة وحدة كأنه سرعة وحدة هاي هي الفكرة بتفحص الفحص العادي يعني اللي هو تفحص السرعة الوحدة هاي هي الفكرة اللي حبيت أوصلكم إياها الآن المحرك عندي أنا تبين إنه الأمبيرات هيك قياسها غلط فبدي أفك الآن وصلت ستار وأفحص مكانهم على أساس أني أتأكد إنه صحيح أنا يعني البطيء هذا هون مكانه والسريح هون مكانه أو لا لأنه أنا ما بعرف طبعا نوصل الكهرباء طبعا البطيء بنفحصه بنفتح اللي ستار وبنوصل على مكان اللي ستار نفسه أعطاني 2.5 2.4 بالعشرة 2.5 2.5 بننقل على الثالث أعطاني 2 بالعشرة أعطاني 2 بالعشرة هذا بدل إنه المحرك محترق وعلى الوسطاني أعطاني 1.6 أعطاني 1.6 هذا بدللنا إنه المحرك طبعا هيك بهاي الطريقة محترق طبعا أنت على أساس أنك تتأكد إنه فعلا هاي الجهة اللي عملناها ستار هي البطيء والجهة المقابلة هي السريع لما تفكي الوصلات بتشوف الأسلاك اللي على رأس الملحومة على رأس السلك وبتقدر تميز أنه البطيء وأنه السريع عن طريق المخطط المعروف أو بتحب ترد توصل الجهة المقابلة ستار وتفحص على هاي الجهة وتشوف لكن المحرك ما رح يبين معك هيكا لأنه المحرك محترق ما رح يبين معك 100% أنه أسلاك البطيء وأنه أسلاك السريع بهاي الطريقة لأنه المحرك محترق ما رح يعطيك القيم المزبوطة والمناسبة الأصل إنك تفك وشوف شو موصول على رأس الأسلاك شو ملحوم عليها من الداخل طبعا هاي لوحته أعطيكم عنها معلومة سرعاته 14750 دورة 400 فولت طبعا ستارين ودلتا 400 فولت هاي هي طريقة طريقة سهلة الفكرة زي ما حكي أنا برجع بكررها بحب أنا أكرر على أساس أن المعلومة تثبت خاصة عندي اللي بسمحها أول مرة أنك أنت توصل الطريقة المعروفة بنوصل ثلاثة ستار بنوصل كهرباء الأسلاك الثلاثة الأخرى بكون هذا السريع فإحنا إذا وصلنا هاي التوصيلة بصير عندنا المحرك وكأنه محرك سرعة وحدة ما في أي مشاكل بنفحصه بطريقة الفحص العادية جدا بدون أي مشاكل وهاي هي إن شاء الله إنكم تستفيدوا من المعلومات ولا تنسوا بس أحكي لكم شغله ممكن إنه نعمل إحنا إذا قرر زبوني لفه ممكن نعمل عليه حلقة في كيف نأخذ بياناته بالتفصيل الكامل فانتظرونا على أساس ممكن إنه إحنا في الأيام القادمة نرجع ننشر سلسلة بلاد المغرب المغرب الكبير اللي إحنا ما نشرناها بصراحة إن شاء الله بنرجع ونحاول إنه ننشرها إذا الله قدر لنا ذلك ويسره لنا وهذه إن شاء الله إنكم تستفيدوا المعلومات ولا تنسوا زي موصيكم دائما وبوصي نفسي صلواتكم الخمسة والإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى والإكثار من الاستغفار والإكثار من الصلاة على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ودمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى موسيقى موسيقى